طبعا هذا الفيديو انا بتمنى يتم مشاركته وتعميمه لانه رح نقول فيه شيء خطير جدا الخطورة بهذا الكلام انه هو من الواقع ولكن احنا كنا مغيبين عنه واللي غيبنا عن هذا الواقع وهذه الحقائق هم الانظمة الفاسدة العربية واحد واثنين هم الشعوب العربية لنا دور في هذه النتيجة المأساوية طبعا هاي الصورة رح حطها على طول الفيديو هاي الصورة هم لمحور الاطناع الشاوي والنصيرية في سوريا لشماتتهم في اهل مضايا اللي حوصروا اللي مات جوعا اكثر من عشرين طفل وقتل بالالغام اللي حط النجس حسن وزعرانه اللي صاروا اليوم عميان ومعطوبين من نتيجة الالغام قتل اكثر من اربعين شخص بين قتيل وبين معاق لذلك اللهم الشماتة والشماتة بهؤلاء الانجاز هي من صلب العقيدة الان رح اشرح بعض الامور من اجل التوعية اولا اقول انه يجب علينا كامة عربية ومسلمين خلينا نقول كمسلمين وبشكل خاص كعرب ان نرمي بجميع عقدنا ومشاكلنا ووجه الانظمة وهذه الامور شكل الانظمة انا اقول لا ننسى الانظمة الفاسدة اقول شكل الانظمة ونركز على الوجود الاطنع شاوي بيننا كدمة السرطانية اذا استطعنا تنظيم صفوفنا وقهر هؤلاء وارجعهم الى حيث ما كانوا النصر سوف يأتي شاء من شاء من زعران الانظمة العربية وداعميهم رح ابدأ انو الاطنع شاوي مارا استقي خطيرة فكان لما نسألوا انت شو يقول انا منكن وفيكن يعني بتذكر هذا الكلام عن الشيخ عثمان الخميس لما بالكويت كانوا يسألوهم قبل ما يجي دم للسرطانية من فرنسا الخميني يجيبوه بسنة 78 من فرنسا بطائرة فرنسية كانوا يقولوا ما في فرق ماكو فرق نحن واحد كلمة ماكو فرق كانوا هن عم بيسنوا السكاكين ويرجعوا يستفرغوا احقاد من سنة الواحدة وستين هجرية عند مقتل الحسين رضي الله عنه وينسجوا من الخطط والاكاذيب والافاعيل لم نجدها الا في العقائد الوثنية والوضائية في الوقت اللي احنا كنا نختلف على شكل الدولة النظام علماني ولا لبرالي ولا قومي ولا بطيخن بسمر هم كانوا قاعدين يجحذوا السكاكين من أجل الإيغال في دمائنا تقي خبيثة جدا إذن في هذه الفترة اللي نحن كنا غارقين في ملذات وغارقين في أوهام ونتيجة القواد العرب الذين أغرقونا في ديكتاتوريتهم وتغيانهم كان هؤلاء الاطنعشاوية الدمل السرطانية الموجودة في فارس ومن ثم الموجودة في باقي الدول العربية تجحذ سكاكينها لأجل الانتقام من شيء نحن لسنا به هذا يدل أن هذا المعتقد قائم على الكراهية والقتل له مهمة نحن أنشأناك بهذا الشكل مهمتك أن تقتل ودائما من أجل أن يكون لديك شرائح شعبية مطيعة لك يجب أن تنشر الرذيلة والجهل لذلك نرى مجتمعاتهم غرقة في الجهل والرذيلة ونحن نميز بين علي بن أبي طالب الذي نعتبره ابن أم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد الصحابة والمبلغين العشرة في الجنة طبعا لا يرتقي إلى مستوى سيدنا أبو بكر وعمر أكيد لكن هو له قيمة كبيرة لدينا نجله ونحترمه ونتقرم إلى الله في حبه أما عند المحور الاطناشاوي علي هو الخالق وعلي هو الرازق وعلي هو الذي يعلم ما سيكون وما كان وعلي يعلم ما في بطون الأمهات وما في أصلاب الرجال وفي نفس الوقت علي هو النذل الذي اختبأ تحت سرير فاطمة عندما كسر الباب عمر وأجهضها وضربها وأوقد النار في البيت وهو كالكلب تحت السرير هذا عليهم لا نعرفه ولا نسمع به ولا ندري به أي شيء إضافة إلى 12 خنزير معصوم ضمن قوسي لديهم أيضا نحن لا نعرفهم ولا نسمع بهم ولا نعترف بهم نحن نعترف بأهل البيت الذين هم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق أما هؤلاء الذين يتكلمون عنهم لا نعرفهم كلاب ضلة لا أكثر ولا أقل نتيجة وقوعنا في انقسامات أصبحنا نتقبل مصطلحات صوفية ومصطلحات اطنع شاوية مثالا من أين أتى لقب الإمام وأصبحنا كالببغاءات نقول الإمام علي من أين أتينا به هذا من عندهم وأصبحنا كالببغاوات نقلدهم من أينما أتت كرم الله وجهه من الصوفية أصبحنا نرددها إذن نحن غارقين بفسادنا ونحن غارقين بجهلنا وأفسحنا المجال عند هؤلاء لأجل إنتاج دين وأسقاط أسماء نجلها ونحبها وهي آل البيت الذين نحن نعرفهم أما الذين ينادوهم به نحن براء منهم لا نعرفون ولا نعترف لهم هو الخالق وهو الرازق ولديهم أحد الشواذ البهائم يسمونه بالمهدي هرب من العسكر العباسي من 1200 سنة اختبأ بجحر كالكلب وحتى الآن يبحثون عنه ويتذرعون بأن النسخة الأصلية من القرآن هي معه لذلك نحن ديننا ناقص والقرآن الذي بينه ظهرانينا محرف محور نجس محور نجس بكل ما بتفاصيله نرى الآن التاريخ يكرر نفسه بعام 1037 ميلادي ظهر علينا المدعو حسن الصباح وهو اطنع شاوي ولكن بعد سن السبعة عشر أصبح اسماعيدي لكن الأصل فيه النجاسة هذا قاتل المسلمين واتفق مع الفرنجي وحاول اغتيال شخصيات كثيرة منها من استطاع قتلها ومنها من باءت بالفشل لقب بالحشاشين لأنهم يتعاملون بالحشيش والمخدرات كم هو وجه الشبه كبير بين حسن الحشاش عام 1037 وحسن الكبتقوني عام 2024 كم هو وجه الشبه كبير بين هؤلاء حسن الصباح الحشاش هو من قتل قادة المسلمين واتفق مع الأعداء والآن نرى ميليشي حسن الحشاش الكبتقوني لم يقاتل إلا المسلمين وأرد وأذكر من يريد الدلائل فيذهب ويأتي بصور للقصير ويقارنها بكغياتش مونة وتل أبيب ماذا فعل حسن الكبتقوني دعنا نرى حجم القتل الذي مارسه هؤلاء في أهل السنة والجماعة إن كان في لبنان أو كان في سوغية أو كان في العغاق أو كان في اليمن عملوا نسخة مستنسخة نجسة جدا أطلقوا عليها اسم الحوثي لذلك هذه الدمل السرطانية يجب أن نترك كل شيء ونكافحها ولو أن الشيطان قاتلهم نحن سنشمد بهم ليس لدينا مشكلة لا مع الغرب لأنهم دين سماوي أيضا ولا مع اليهود لأنهم دين سماوي أيضا لكن مشكلتنا مع هؤلاء الذين زرعوا لإسقاط هذا الدين وأكرر وأقول الاثنى عشر نجسا الذين يؤلهونهم لا نعترف بهم ولا نعرفهم أسقطوا أسماء حاشة لأهل البيت أن يكونوا مثل هؤلاء لذلك رضي الله عن علي وعن الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة وعن فاطمة وجميع أهل البيت وهذا واجبنا نتقرب إلى الله في حبهم أما الاثنى عشر نجسا الذين يتحدثون عنهم نحن لا نعرفهم ونحن منهم براء واللهم الشماتة وإن شاء الله الأمر يرتقي إلى بيجرات وتليفونات وقداحات وكل الشيء كل ما هناك أن يضر بهم نحن ندعمه دماء المسلمين في سوريا لن تذهب دماء الذين قتلوهم بحقد طائفيا لن تذهب نداءاتهم بتخريب السعودية وضرب السعوديين وأهل الجزيرة العربية لن تذهب خيانتهم للإسلام والعرب لن تذهب وإنا منتظرون وللي متنا ضلوا خير ترجمة نانسي قنقر